في سؤال النسيان في القرآن في الصلاة يعني أوقات بنبقى بنصلي وبننسى آية أو بننسى إحنا وقفنا فين في الرقعة الثانية عايزين نكمل فهل لازم يبقى فيه سجود سهوة في الآخر؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبعد نحمده سبحانه أن جعل الفاتحة وحدها هي ركن الصلاة يعني الفاتحة مع أشياء أخرى لكن لم يجعل القرآن الذي نقرأه بعد الفاتحة لم يجعله من الأركان بل هو من السنن إجماع الأمة على أن قراءة القرآن سواء صورة كصيرة سواء بضعة آيات من أي صورة هذه من السنن عملا بقول رب سبحانه فقرأوا ما تيسر من القرآن فما تيسر بقى سواء قرأنا صورة كصيرة قرأنا بعض الآيات التي نحفظها لا يدر الخطأ في سورة الفاتحة دالي بنقلق منه إنما ما فيش خطأ في الفاتحة الحمد لله ومعظم الناس إنما كانش كلهم حافظين الفاتحة كويسة وحتى الأحكام في الفاتحة ما هيش كبيرة قوي فسهل الناس تعرفها ونستقلد فيها إنما طبيعي أي حد فينا مهما عظم شأنه هينسوا ويقرأ القرآن يعني أنا أهوك شيخ وبأقول يعني بأم الناس من أكتر من 30 سنة فاتت يعني قربنا على 40 سنة مع هذا والواحد داخل بيبقى يعني الآن ولازم يراجع حقيقة رأيي حتى لو على الأقل في ذلك سعاد والله يا مولانا بيبقى حفظة كويس قوي أيوة أصبع عنينا بغلط وناب القرآن غالب فأبسط الصور القرآن غالب طب نعمل إيه في اللحظة ده رحمة ربنا سبحانه وتعالى هنا أولا لا ضير يعني ما فيش حرج الإمام حتى لو غلط ولا حاجة ما فيش مشكلة إطلاقا طيب هل يا ترى الأمر يحتاج منه نحنا نسجد للسهة لا نسجد للسهة ولا حاجة بعدين أنا غلطت يعني عديت آية ما يضرش افتكرتها رجعت لها ما افتكرتهاش ما يجرش حاجة خلاص أكمل صلاحة خالص ماذا لو أنا يعني حصل عندي تلعثم ومش قادر أكمل خالص خلاص الدماغ بقت مشوشة ومش عارف أنا بكرأ إيه أركع أركع ولا يضر خلاص أكمل ولا يضر وبعدين يعني في عندنا كمان حاجة لو أنا انتقلت من صورة الصورة يعني حتى لو أنا بكرأ في صورة وبعدين مش قادر أكمل فانتقلت الحتة تانية أحفظها عايز أكرأ في كمانة مثلا طويل شوية وماله يجوز لا يضر